هل بدأت حرب الدولة على المتجاوزين على الأراضي العائدة لها؟ سؤال نلمس الإجابة عليه في انطلاق حملة الشهيد المهندس عبير الخفاجي لرفع التجاوزات في بابل والنجف مشروع عبير سوف يستمر في عموم العراق وينطلق من هذا المكان حملة الشهيد المغدور لإزالة تجاوزات على أملاك الدولة في محافظتي بابل والنجف انطلقت الخميس تطبيقا لأمر رئيس الوزراء وبإشراف مباشر من المحافظة وبدعم من الأجهزة الأمنية الحملة ستشمل إزالة المحل والدور السكانية المشيدة على أملاك الدولة وتجاوزات على الأرصفة ابتداء من شارع ثمانين مرورا بمختلف أحياء المدينة وتستمر لمدة أسبوع خطواته رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ صباح الأربعاء بالزيرته لعائلة الشهيد المغدور ومن ثم مواجهته للقاتل وإشرافه شخصيا على إزالة التجاوزات تؤشر أن الكاظمي جاد في مواجهة قوى اللادولة التي عاثت في أرض الرافدين فسادا ويبدو من خطوات الكاظمي أنه ماض في دعم المؤسسات البلدية والخدمية في محافظات العراق وتمكينها من أداء مهامها لسيما ما يتعلق بالتجاوزات والعشوائيات التي شوهت وجه المدن من خلال التجاوز على التصميم الأساسي للمدن ترجمة نانسي قنقر